دعونا شوي الملفات الرياضية بنخليها شوي على جنب كذا ونروح للموقف الجميل كثير والتي اتفاعلت معه الأوساط الرياضية السعودية حديث الأمير محمد بن نايف ولي العهد مع أحد أطفال جمعية متلازمة الدون هذا اللقاء لقي ردود فعل واسعة اليوم وتفاعل سريع من هيئة الرياضة بدعوة هذا الشاب ليحضور المباراة النهائية الكأس ولي العهد بالإضافة لأنه دارة نادا النصر قدمت العضوية له والذي بقيت أيضا زملاء دعما لهذه الفئة الغالية موسيقى موسيقى يا رب النصر يفوت موسيقى إن شاء الله تحب النصر أنت أكيد أنا معدي أي مهولة بشكل يا رب فطول إن شاء الله يستمباراة جيدة إن شاء الله إن شاء الله موسيقى 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 هو يحكي عنه الموقف ما يحتاج إحنا نتكلم فيه بس خليني أبدأ يعني معاك أبو عبد المجيد تفاعل واسع لموقف غير مستغرب من الأمير محمد بن نايف اللي في كل يوم يعطينا رسائل في يعني رسائل جميلة ورائعة في الإنسانية أيضا هذا فيه تفاعل جميل أيضا من هيئة الرياضة وإدارة نادا النصر مع هذا الموقف لهذا الطفل خليني في البداية كذا أسمع رأيك في هذا الموضوع أخي هذه رسالة جميلة جدا أن هذول لهم جزء جميل في حياتنا بالمحتاجات الخاصة وسمو الأمير الله يطول عمره أعطى رسالة تتجسد فيها الأبوة ويكفي لما لعب شعر البنت الصقيرة وقال شعرك علو اليوم لما تحس أن هذه البنت الأب اللي قاعد يداعبها ويحسسها أن الحنان ينبثق من الرجل الثني في هذه الدولة فإيش تتوقع من انطباع على مستوى الوسط الرياضي الوسط الإنساني على مستوى المملكة العربية السعودية ومستوى العالم الإسلامي أننا شعب متسامع يدينا في يدينا بعض نحب بعض قلوبنا للصغير والكبير وأول شيء ولازم تعرف أن الإنسانية تخرج من القيادات لهذا الوطن نعم بالفعل طيب أبو محمد اسمع رأيك في هذا الموضوع احنا يعني تعودنا الأمير محمد بن نايف وقاهر الإرهاب الرجل القوي اليوم في جانب آخر يعني صورة أخرى الأمير محمد بن نايف اللي هو إنسانية هذا الرجل يمكن هذا المدخل اللي كنت أتكلم فيه أخي عبد الله أنه يعني الكل يعرف أن منصب وزير الداخلية منصب رجل حازم رجل قوي يمكن ابتسامته نادرة ما تشاهدها لأنه في يوميا خلال عمله اليومي كله معترك في مسائل تعامل مع خارجين عن النظام مع إرهابيين مع مجرمين مع كده لكن يمكن الأمير محمد بن نايف الناس اللي يعني يعرفوا عن قرب اللي يعرفوا الأمير الحمد يعني ابتسامته لا تفارقه رغم أنه متولي أهم مسئولية وهي مسئولية أمن هذا البلد والسباب الأمير لكن هذا أكبر مثال أمامك تعاملوا مع العفويته وتعاملوا مع الأطفال مع متلازمة تداول أطفال متلازمة تداول ردوا السريع على المشجع النصراوي أنه يشفي عافي اللي يقوله أنا أحب النصر أتمنى قال له أنا ما لأي ميول هذا روح المسؤول الحديث روح المسؤول نعم وروح القائد نعم أنا مع الكل ما عندي تفرقة بالنصر والتحاد وأهل ويلال أنا مع الجميع أتمنى مباراة جميلة اليوم شاهدت في أحد القروبات وكان فيه أحد أقارب هذا الشاب الذي كان يتكلم مع الأمير محمد بن نايف وكان الكل يبارك له يبارك له أحد أقاربه مبروك أنه هذا التفاعل من سموه لي العهد مع ابنكم ومع قريبكم وكذا كانت لقى التهاني شي جميل جدا هذا روح القيادة اللي بين الرجل الثاني في المملكة ورجل أهل إرهاب وبين شخص نسأل الله تعالى أن الشفاء هم جزء لا يتجزع من هذا الوطن هم جزء من أبنائنا من أسرنا من تركيبتنا في كل بيت غالبا في كل عوائل عندنا طفل يعاني أو طفل مريض لكن التعامل هذا يعني يخفف آلام ومتاعب وكثير من أسرهم من ذويهم منهم جفسيا ستبقى هذه اللقاطات خالدة في أذهانهم وفي أذهان أقاربهم وأسرهم وذويهم وفي أذهان كل شخص مريض في هذا البطن أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نحفظ لنا قيادتنا وأن نحفظ لنا أمننا وأن نحفظ لنا رجالنا في الحد الجنوب وفي داخل الأرض الملكة من رجال الأمن وأن يديم علينا هذا نعمة الأمن والاستقرار وأن يديم علينا هذه المحبة وهذه الألفة بين القيادة وبين المواطن بالفعل وأيضا كان فيه تفاعل اليوم جيد صراحة من هيئة الهيئة العامة للرياضة أيضا من نادي النصر حول هذا الموقف وأكيد هو تفاعل غير مستقرب يعني نظير مواقف كثير من نسبة عندنا المؤسسات أيضا الرياضية وأيضا الهيئة العامة للرياضية كان لها مواقف إيجابية كثير وهذا واجب أمر صحيح صحيح أعجبني سرعة التفاعل مع هذا الموضوع يعني فيه سرعة في الموضوع المقطع انتشر بعده بساعات جاءت البواد التفاعل السريع من هيئة الرياضة وإدارة نادي النصر نعم